في حقيقة موضوع يعني ليش هلأ اصدرنا بيان في عدة اسباب اولا نحن من بداية من بداية الحصار ونحن منعمل جاهدين على حل مشكلات المجتمع بطريقة في تحدي كتير قوي لانه التحديات كتير كبيرة ولكن خاليا بتوقع صار دور المنظمات الدولية انه تحمل مسؤولياتها وتشاركنا في العمل يعني ما مقبول عاد المنظمات الدولية انه انتحيد باتجاه احد الاطراف المتصارعة المنظمات الدولية هي منظمات مخايدة في الصراعات العشكرية وهذا الحكيم معروف تماما واذا حاليا يجب ان نحمل المنظمات الدولية مسؤولياتها وهذا الشعب لا يشرك بأي معركة بطرفها من الاطراف ولا حدا لا يقبل ان المنظمات الدولية ان تعمل مع احد الاطراف المتصارعة دون الطرف الآخر وإذن نطالب الوظامات الولية بحياديتها في المعركة وأن يكون هدفها الأساسي هو خدمة المواطن الإنسان العادي اللي ماله علاقة بموضوع الصراعات العسكرية الدائرة طبعا هذه اللقاحات غير متوفرة بالغوطة ولا يوجد أي جهة موجودة بالغوطة توجد لديها اللقاحات وتمنعها هي بالأساس تدخل عن طريق مناطق أماكن سيطرة النظام ويتم توزيعها على المحتاجين عبر المراكز الصحية المختصة بهذا الأمر يعني بالغوطة ما في عنا أي إمكاني أنه مثلا أن أحدا يحسني أمن هذه المواطن إلا عن طريق ما يسمى منظمات الصحة العالمية اللي هي بتوزعها المراكز الصحية والمنظمات هي مسؤولة عن هذا الأمر لقد لاحظنا الآراء الصحفية في هذا البيان الطبي من وزارة الصحة في الغوطة الشرقية طبعا لاحظنا الآراء الصحفيين وأيضا أسئلتهم للأطباء المتواجدين داخل الغوطة الشرقية حازم أشامل قناة الجسر الفضائية ريفو دماشق